جزاك الله خيرا السؤال الأول السلام عليكم من هو الجفري الذي يملأ الإعلام هذه الأيام وهل يجوز حضور محاضراته طيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الجفري هو داعية صوفي يمني شيل الأزيلة اسمه علي الجفري يمني وهو صوفي محترق يدعو الناس إلى دعاء الموتى من دون الله ويزعم أن الأولياء ينفعون ويضرون ويدعو الناس إلى التمسح بالقبور والطواف بها وطلب البركة منها إلى غير ذلك عنده شيخ ما أخذ منه الطريقة شيخ دازاته بتاع غناة الجزيرة دار يعمل معه لغاء فقام كلم الوكيل شيخ عنده طبع الطريقة القادرية عنده أدباع بالملايين فقام بتاع غناة الجزيرة قال له أن دار أعمل لغاء مع شيخك وقام قال له خلاص أصبر لي برد عليك نهاية اليوم بعد نهاية اليوم قال له ده الشيخ الماخذ منه الجفري الطريقة بعد نهاية اليوم قال له قال له يعني أبشر قال له يا فلان قال له فقد وافق الشيخ على طلب طلبك وقد أجرى مكالمة مع النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره قال له أجرى مكالمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أجرى معه اللقاء طيب الجفري عنده مقاطع موجودة في اليوتيوب أولا ينادي الحسين كما تقدم ثانيا يستدل بالقصص الباطلة والموضوعة على دعوة الناس إلى الكفر والشيرك بالله في قصة مشهورة وهي قصة باطلة إنه في واحد اسمه أحمد الرفاعي أحمد الرفاعي ده قال إنه جاء الحج وجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد أبيات من الشعر يعبر فيها عن محبته وشوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يده حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده لأحمد الرفاعي فقبلها أحمد الرفاعي الكلام ده أول حاجة غير إنه ما بخش العقل يخذ كلام باطل يا أخي ده كلام باطل أولا النبي عليه الصلاة والسلام لن يخرج من قبره حتى تقوم الساعة لقوله عليه الصلاة والسلام أنا أول من ينشق القبر عن جمجمته يوم القيامة ويوم دضر في زمان وما لم يقم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم ما بمره وربنا سبحانه وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون وربنا قال وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي إلى آخر الآيات التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى فالكلام ده كله كلام باطل بعد ذلك بيقول إن الشاذلي شيخ الطريقة الشاذلية تكلم مع الله وغير من الكلام الباطل الما بصح فما بجوز القعاد ليه ليه مش لأن الموضوع هلال ومريخ وكذا إنه لأن الزول ده بينقل الناس إلى الكفر والشرك زول سمع له طوالي تاني يوم بيشرك بالله ربنا سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معه ما بجوز القعاد مع الزول البحرف كلام الله والبيجيب بدع والبيجيب شركيات وكفريات ما بجوز القعاد له ولذلك نحن نحذر الناس من السماع لهذا المدعو الجفري وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان